اشتركوا في القناة على شمال الصحراء والوحاد ستشد بعض الصحب العابرة بدون فعلية واجواء مشمسة للعموم من الجنوب الغربي نحو اقصى الجنوب الحرارة خلال ليلة اليوم تطروح ما بين 5-10 درجات بالمناطق الداخلية 12-13 بسواحل 12 درجة ايضا بنسبة شمال الصحراء 13 بتندوف 11 ببشار بورقلا وبيسكرات 19 درجة بانسا نحوة التفاعلات 23 درجة باقصى الجنوب اما خلال ظاهرة الغد الحرارة القصوى ستتروح ما بين 17 درجة بعنبة الى 19 درجة بوهران مرورا بـ 18 بالعاصمة ما بين 12 الى 15 درجة على اغلب المناطق الداخلية اللي ترتفع الى 16 بيت بساق المسوق هراس وباتنا 18 درجة بتنمسان في حدود 23 درجة بغردية 20 درجة ببسكرا بالواد وتوغورد 24 درجة ببشار 33 درجة منتظرة بإليزيت التفاعلات 39 درجة كعلى مقياس بانجزان للملاحة والصيد البحري البحر سيكون مضطرب لكثير الاتراب نحو سواحل الوسطى والغربية الرياح ستكون قوية على كل سواحل تقرب سرعتها 60 كم في الساعة تتنا من غربية الى الشمالية غربية تدور احيانا الى جنوبية غربية بسواحل الغربية يوم الجمعة بإذن الله ننتظر دائما أجواء غائمة مرفوقة بأمطار على فترات خاصة نحو المناطق الوسطى والغربية رياح قوية على كل المناطق الشمالية الأمطار ستنتحق خلال الظاهرة نحو المناطق الشرقية تراجع لدرجة الحرارة أجواء مستقر على العموم بكل المناطق الجنوبية يوم السبك بحول الله ارتفاع طفيف لدرجة الحرارة مع تحسن في الوضعية الجوية صحب عبرة بدون فعالية أما الرياح ستبقى قوية نحو سواحل الوسطى والشرقية واستقرار دائما في الوضعية الجوية نحو المناطق الجنوبية يوم الأحد دائما صحب عبرة على كل المناطق الشمالية لكن الرياح ستبقى قوية على كل سواحل وكذلك بالمناطق الداخلية الغربية ارتفاع طفيف لدرجة الحرارة وقت شروق الشمس بحات الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة الساديسة صباحا وخمسة وثلاثون دقيقة مشاهدين أشكركم على حسن متابعة وفي أمان